أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات إن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل تتوقع منا شعوبنا خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الإنبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تابعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة من هذا المنطلق فلقد حرسنا على تسمية هذه القمة قمة التنفيذ وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كافة جهودنا ومساعينا وعلى الرغم من كافة التحديات التي واجهناها خلال الفترة الماضية ولا نزال نواجهها فضلاً عن جميع العوامل التي أعلم أنها تلقي بزلال من الشك وعدم اليقين إذا قدرتنا على الوصول إلى أهداف اتفاق باريس وحماية كوكبنا من مستقبل يصل فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين ونصف بل سلاس درجات مأوية على الرغم من ذلك كله فإن هناك شواهد وعوامل أخرى تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها وفي شعوب باتت أكثر وعياً ودرايةً بحجم التحدي ومتطلبات مواجهته وبالسمن الباهز للتقاعس أو التراجع والأمل أيضاً في حكومات تعلم ما يتعين عليها القيام به وتسعى بالفعل وفقاً لقدراتها وإمكانياتها وفي قطاع عمال عالمي ومجتمع مدني أصبح يمتلك من الأدوات ما يؤهله للعب أدوار مهمة في هذا الإطار ولقد وضعنا في مصر نصب عيوننا أهدافاً طموحة عبرنا عنها في استراجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ ونعمل لدأب على الإسراع من وطيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف واتخذنا خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وأليات العمل الحكومية بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء ولعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغزاء نوفي الذي أطلقته مصر مؤخراً هو تكسيد لهذا الطموح وهذا التوجه وأن ما تشهد مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الإنبعاثات في كافة المجالات هو ترجمة عملية لما نادينا وننادي به ترجمة نانسي قنقر